من لقي الله لا يشرك بي شيئاً دخل الجنة ومن لقيه يشرك بي شيئاً دخل النار شاكذا نحن هذا موضوعنا موضوعنا الأساسي موضوع التوحيد والعقيدة ودي نصيحة نقول لأي زول يخاطب المسلمين ركز على التوحيد والله البلد دي الله يفتح علينا كلاً قالوا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون يا أخي تكذب زول ما مصدق القرآن القرآن يقول له إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم الله يقول له كان دعيت غيري ما بيسمع وكان سمعك ذاته هو ما بيسمع لكن كان سمعك ما بيستجيب لك العربية دارة تنقلب يقول له يا أفلان الحقنا والدفنتو دا شنوه هو إذا بالحق دفنتو يدوه إذا بالحق دفنتوه إذا بيسمع الله يقول في القرآن وما أنت بمسمع من في القبر الله يقول إنك لا تسمع الموت الله جل وعلا في القرآن يقول أموات ولو قال أموات براك فايا بعد قال لك أموات غير أحياء غير أحياء يعني شنو يعني أموات جول الكلام دا مؤكد كيف أموات متشك غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون الله يقول لك هو إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إتتناديهم خمسة وستة وحسون من المدفونة ودفن منه ذاته ودفنوا شنو ذاته ويا واحد لقيته والله كريس زيدي شفتها حافلة زيدي كذي لقيته في الحزبة كاتف فيها يبشام وروق الدام يعني دا ما في وقت ذاته ينادي الله ولا قال ليه بشام وروق الدام ذاته بنادي الله امتين ذاته وابنادي فيهاته قرب ذاته وياها الكفار الأوائل كفار قريش لما انتج العصر بناده الله براه قال وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا قال فإذا ركبوا في الفلك سفينة دعوا الله مخلصين له الدين براو إخلاص دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون شكذي والله يا جماعة نحن الآن عندنا محاضرة خليناه هديك في الحضور هناك جنب الإله خليناه ومن الحاقة تاني إن شاء الله ليه؟ لأنه والله همنا أهلنا في المنطقة دي وفي غيره نذكر نحن ما أحسن منه وقد يوم القيامة هنا خش الجنة ونحن نخش جهنم لأن الحكم لله سبحانه وتعالى لكن والله خايفين عليه كل مرة بتسمع كلامنا الآن تعتر تنادي شيخ خايفين عليهم من عذاب الله يا أخي يوم القيامة في مشاكل كثيرة قال إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون قال ويوم يقول نادوا نادوا شركائي الذين زعمتم عليك الله يوم القيامة لو قال لك الناس الكتب تناديهم في الدنيا الآن ناديهم جيبهم ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا يعني مهلكا شكاية مع الله سبحانه وتعالى في القرآن وعز العباد وذكرهم فقال تعالى ومن الناس صمف من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا دي للصغار لو أن لنا كرة كرة يعني شو يعني رجع إلى الدنيا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا والله بعدين تنظم يوم القيامة ما في شيخ بحلك أوه عاي يغشك ولكدت بس خل أمسك فينا نحن بعدين دربك مارك زي ما واحد قال ده ابتعى الطريقة القادرية اسمه إسماعيل محمد سعيد البغداد القادر وما ظلمناهن نحن زول ماشي في الشارع ساي ما من يتكلم فيه لكن كتبوا الكتب دي هنشروا بين الناس دي المنرد عليهم بين الناس هنشروا بين الناس قال كلام والله الذي رفع السماء ما سمعناه من فرعون ولا هامان ولا قارون ولا أبي بن خلف ولا غير من عتاة الكفار والمشركين قال اسماعيل محمد سعيد البغداد كتابه اسمه الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية صفحة تلاتة وستين لخمسة وستين وطبعوه في مصر عشان ما يقول له كنتو ناس السعودية وجايين ما نحن معنا سودانيين زي كنا ما أكلهم رقيقة بكسرة ما بيش سعودية سودانيين زي كنا قال فيه في نفس الكتاب ده في نفس الصفحة والصفحة البعدة والبعدة قال عن شيخه ملكت بلاد الله شرقا ومغربا وإن شئت أفنيت الأنام بلحظتي وقالوا فأنت القضب قلت مشاهدا وأتلو كتاب الله في كل ساعتي أو لحظتي وناظر ما في اللوح من كل آية وما قد رأيت من شهود بمقلتي فمن كان يهوانا يجئ لمحلنا ويدخل حمسادات يلقى الغنيمة مريدي أسمع الكلام ذا كيف قال مريدي تمسك بي وكن بي واثقة إنت تتمسك بي منوعية معا قال لك مريدي تمسك بي وكن بي واثقة لأحميك في الدنيا ويوم القيامة مشا قدام قال وكن يا مريدي حافظا لعهودنا أكن حاضر الميزان يوم الوقيعة تلقاني قدام قدام بيزبتلك في زول قدام بيزبت له زول قال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله قال إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله قال في سورة عبسة قال فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرء منهم يومئذ شأنه يغنيه وقال بيجر من أمه بيقيف له الحوار بتاعه أمه عادي لولدته بيجر منا قل الله أنا نفسي نفسي يقيف له يديه قل لك يوم القلوب القزم أبو قروم بيجيش وتنظم يدك ديك هناك قال يوم القيامة تدك ديك هناك قال أخوة خشعت الأصوات للرحمان فلا تسمعوا إلا همسة وقال الله قال وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ناس خايفة إتت تجد دك ديك بهنوبة ويفوضى إتتقال يوم القيامة تسوي إزعاج هناك والله قال كلم عن الفاكزات وقال عن الشيخ والله جاء بكلام أنجر أنا ملقيت على وجه الأرض أبدا قال ذراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت أمددت راحتي وأعلم نبهة الأرض كم نابت وأعلم رمل الأرض كم هو رملتي وأعلم قال لي أحاكي لينا حقا تدتم ساحظين سمع في مقطع أنا حاكيها إن شاء الله أنا انتهي من ديل انتهي من نجلة التمازيح ديل موضوع هذا طويل جدا والله قال ذراعي عليك الله جماعة أسمعوا الكلام ده في مسلم برضاو قال ذراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت أمددت راحتي وأعلم نبات الأرض كم نابت وأعلم رمل الأرض كم هو رملتي وأعلم علم الله أحصي حروفه وأعلم موج البحر كم هو موجتي أنا كنت في العليا بنور محمد وفي قاب قوسين اجتماع الأحبة أنا كنت مع نوح بحارا وطوفانا على كف قدرتي وكنت مع إبراهيم ملقا بناره وما برد النيران إلا بدعوته شوف دعا لك الله قال نار إبراهيم ذاته بردها بشنه دعوتي أنا قال 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 قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم قال وكنت معي عقوبة في غشو عينيه قبلية قال وكنت مع راعي الذبيح فداءه وما نزل الكبشان إلا بفتوتي وكنت معي عقوبة في غشو عينيه مش هم يقول لك ده اللي بنبزه أسمع الذول اللي شوفه بنبز كيف مش بيقول لك نحن بنبز ما بينا بأس الكلام ده كله مسجل ما بتلقى فيه نبزة قلنا لك قالوا كذي والله قال كذي كان قلت لنا القرآن القرآن قال لك قالوا القرآن قالوا أقرأ سورة مريم القرآن قال وقالوا اتخذ الرحمن ولده لقد جئتم شيئا إدا بيجيب لك قالوا بيرود عليهم ده الدين كذي إنه قال والثوب يوسف عليه السلام على وجهي على وجهي عقوب فارتد بصيرا ولا فيها تف ولا فيها بزا كلام كذي بزايدة قالوا وكنت معي عقوبة في غشو عينيه وما بري أدعيناه إلا بتفلتي وكنت مع موسى مناجاة ربي وموسى عصاه من عصاه استمدتي قال عصاتي أنا الأصلية جروا منا عصات موسى عليه السلام فالنجر دازاته قدر كيف والله ما شاك الدام قال لون اقول لكم شيء بعد ما شاك الدام واخد راحت قال لون اقول لكم شيء أنا الذاكر المذكور ذكرا لذاكري أنا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي أنا العاشق المعشوق في كل مضمر أنا السامع المسموع في كل نعمتي أنا الواحد الفرد الكبير بذاته أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة انت لقاك كفر أكثر من ذا؟ أنا الواحد الفرد الكبير بذاته أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة وما قلت هذا القول فخرا بعد قال أنا ما اتفاخرت لسه بعد النجر دكت قال أنا متواضع لسه بس ما اتفاخرت ذاته وما قلت هذا الفخرا وما قلت هذا القول فخرا وإنما أتى الإذن حتى يعرفون حقيقتي وقالوا يا هذا تركت صلاتك الشيخ الطبيب تصلي معانا في الجامع ليه ولم يعلموا أني أصلي بمكتي ما شفتون يقول لك خطوة هنا وخطوة وين خطوة في مكة دا كان جكا بيصل وين وذا إذا خطوة هنا وخطوة في مكة خطوة في بلد وخطوة في مكة دا باقي لكن سكاو كلب دا بيجير وين دا دا تلعبوا الدين يا أخي خطوة هنا وخطوة في مكة دا ذاته جلابته قذر كيف دا كله كذب وكل لفه دا ورانا جماعة نحن والله شيخ محترم يقرأ قرآن يسبح استغفر يصلي في الجامع ادعو الله عقيدته صحيحة والله منسي ليه بيكلمه لكن دا تشيل حق الله تقول أنا بعلم الغيب واجيب الرائحة زي ما قالوا قوماك نزاور الأولياء الأقطاب ليهم نشاور منهم خف الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن أظاهر قال في شيخ بيعلم غيب الله يقول في القرآن قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله في كلام وضح من ذا